السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم نتكلم عليها البطارية 16 كيلوات اللي احتاجين ان شاء الله شركة هيثيوم دلزتين فيديو مع الاختبار ان احنا طلبنا من عدهم ان اختبروهم ويدزونناها قبل يدزونناها فحاليا هي بالشحن توصل ان شاء الله خلال اقل من شهر النسبة اللي وضعوا 10 كيلوات بطارية خلايا شمسية مع انفيرتا 8 كيلوات داي فسووا اختبار على البطارية بتفريق شحين وردنا بعض المعلمات من عدهم مثل ما اشاهدون حاليا البطارية موجودة عدنا حاليا الخلالة شمسية مولدة 2.2 كيلواط third أما اللود الحمل لدينا 0.98 كيلواط اللي هو الحمل للبيت على البطارية أما بالنسبة للتحميل هسا عندي 1.7 كيلواط التحميل على البيت يعني السحالية الخلايا الشمسية مرددت 2.2 كيلواط والبطارية 0.98 كيلواط أما الحمل للبيت هو 1.7 كيلواط مثل ما شاهدون معلومات البطارية حاليا والأمور البقية نسبة الشحن السحالية 62 نسبة البطارية 62% شحن البطارية حاليا مش حمس 1.2 كيلواط بالنسبة للدرجة حرارة 23 درجة حرارة 23 معلومات أكثر على البي ام اس هنا أنا تظهر المعلومات أكثر على البي ام اس مثل ما شاهدون معلومات الأكثر للبي ام اس تتكلم عليها على نوع البطارية على الشحن على عدد دورات البطارية قد عدد دوراتهم أخذ من عدها جد نسبة الحمل للوض كل معلومات تظهر عندنا بالشاشة مع الانفيرتر اللي هو الداي فالمعلومات هنا تظهر بالبي ام اس تظهر لنا به المكان هنا نرجع على البطارية مثل ما شاهدون حاليا التوري صار عندي 7 كيلواط من الشمس 7 كيلواط عندي من خلايا شمسية وعندي التحميل للبي ات 5.8 كيلواط هذا اللي هي البطارية 5.8 كيلواط الحمل اللود عليها ثلاثة كيلواط حاليا راح اطفل السويشاني ورح تشوفون بعد ما نطفل السويش راح نشوف انه نقطع الخلايا الشمسية ورح نستخدم بس البطارية ونشوف الحمل عليها ونشيكها متأكد فسطة البطارية هنا تشوفون حاليا البطارية عندنا حاليا الخلايا الشمسية صفر ماكو توليد اما تحميل عندي هنانه التحميل ثم يشاهدون صار عندي تحميل بقدرة 3 كيلواط اللي هو من البطارية ثلاثة كيلواط الحمل والتخريج الطريق ثلاثة كيلواط صار بالفحص قدناك لنا استخدموا الانفيرتر الداي من اجل انه متأكد من بعض ابكانات البطارية تظهر الانفيرتر الداي في البطارية مثل ما شاهدون الشاشة لمس الشاشة مالبطارية نجح البر strep بالنسبة للنوع البطارية موجود عندنا communication انا مربوطةq ومربوطة هي على ال Wahl ومثل م Lagarde نجم المشاهدات المرك pics. النوع البطاريين اختارها من خلال عدنا هنا في الإختيارات من خلال BMS. عدنا لفوليترونيك. عدنا لنوع البطارية. و عندنا انواع البطاريات الموجودة هي تدعمها هاي البطارية تعمها نوع من الانبرترة. ا dejنا عدنا الا قرواط عدنا LIGWI الافوليترونيك الفیکتور الالبايلونيك. عدنا عدنا السم كلها الموجودة. البطاريات تدعم هذه النوع هي هي الشكل البطارية من الخارج هي الصور الخارجية للبطارية مثل ما شاهدون الصور الأولى من مدخل الفولتية مدخل السويش تقاطع والدخول الشاشة ملونة لمس والوجه الثاني هي البيعمس والخروج يعني بطارية بيها جهتين يمينة سار دخول خروج الباور مالتها وعدك الظهر مالتها مثلما هي الصورة كاملة البطارية. طبعا بطارية كلش جيدة. بعدنا نمشيكي. احنا لكثير بطارية من خلال الشروحات الفيديو مالتهم كل جيدة يعني. وراح تجينا ونحن نحكم عليها ان شاء الله من تجينا البطارية. طبعا ان اليوتيوب هنا الموقع للشركة. بالاضافة الويب سايت مالتهم. فاي واحد يحتاج معلومات يقدر يطلع على البطارية هاي اكثر. ان شاء الله نعتمدها البطارية اعتماد بعملنا. وبعد ما اضمن اهم شي السعر طبعا. انا هدي اهمني يكون السعر مناسب. بعد ما افحص البطارية بالدرجة الاولى. يكون سعرها مناسب. تكون جيدة. تكون مواصفاتها عالية. وتكون بطارية ذات قيمة يعني حقيقية ومضبوطة. واهم نقطة هي السعر. فان شاء الله راح حقق بها افضل سعر. وراح نزيلها ان شاء الله للسوق. وراح حتى اوزها الى كثير من الناس بسعر جدا مناسب. عن هذه البطارية كل التصميم مالتها. والبيع نوع البي ام اس. نوع الخلايا. وكل امور اختاريتها حسب المواصفات اللي اعريدها. ركزت على شاشة تكون ملونة وشاشة لمس. حجمها تكون جيد. والخلايا تكون قريد اي بلس. نوعية جيدة. والبدي يكون وزنه ثقيل. ونوعية جيدة عالي. والدخول وخروج تكون بالجوانب مالدها من تحت. عمد واحد يقدر يركبها. يعني طلبت وائم مواصفات بها. وان شاء الله الفترة الجديدة راح اربط وياها الانفيرتر يكون مدمج معها. تحياتنا لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة